مرحبا كيفكم؟ بفيديو اليوم رح نشتع عن عرس أحمد أبو الرب وصابة شمعة وشو صار فيه بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس اليوتيوبر ضمن عملوا عمواقع التواصل عم يعرض جزء من حياته الشخصية للمتابعين وضمن هاي الحياة الأفراح والأحزان وأكيد مش كل اليوتيوبرز عم يعرضوا حياتهم بس أنا بحث عن جزء كبير منهم وإنتوا بتتابعوهم وبتعرفوهم فلما الشخص العاد يعمل عرس هذا معناه أنه هيكون يوم مميز بحياته لأنه يوم فرح وسرور وسعادة بس مع اليوتيوبر زيد عليه أنه تحول لمحتوى فلما تحول لمحتوى صار بيزنس وفلوس ولهيك بنصير نشوف المشاكل والدراما بين صلاع المحتوى وبنصير صراع مين ينشر قبل ومين يسبق التاني في تنزيل فيديوهات العرس ومن فترة شهدنا على عدد من المشاكل كان سببها العرس والفرح واللي الأصل يكون يوم فرح مش مشاكل وإصاص زي اللي صار بين غيث وبسان فإذا فكرين يوم هابسان اسماعيل زعلت لأن غيث وصار ما دخلوها صارت الفرح وصارت قصة طويلة عريضة وطلعوا الطرفين حكوا عباعد بيوم العرس وهذا قلب الليلة لأنك ضغام فالتشويش على العرسان كان مشكلة ورد العرسان كان مشكلة ومع هاي الدراما صار الموضوع كأنه لازم مع كل عرس يصير حدث أو مشكلة معينة بالبداية حب أهني أحمد وصب على الزفاب وبحكي لهم ألف ألف مبارك وإن شاء الله يكون زواجكم زواج ميمون وأكيد الكل تابع المقاطر اللي انتشرت من أجواء العرس بس اللافت للاهتمام أنه هالعرس كان خالي من المشاكل يعني أحمد وصب ما صارت بينه مبين أي يوتيوبر أي مشكلة وهذا اللي بقصده أنه صفر مشاكل بس لما نفوت بتفاصيل الفرح بنشوف أنه في ناس استغلت العرس حتى توجي رسائل لناس ثانية وفي ناس أخذتوا محتوى وفي ناس استغلتوا للدراما وعشان يصل أبو الرب لصفر مشاكل أكيد كان عامل أشياء كثيرة أبن العرس بأيام مشهود وأهمها أنه تصالح مع عدد كبير من اليوتيوبرز اللي صارت بينه وبينه مشابي بالزمنات واليوم كانوا أول الحدود مثلا ناجل قاب كانت بينه وبين أحمد مشكلة وخلصت على خير وحضر مع جوجته عرس أحمد وشاركوا متابعينهم أجواء الفرح من داخل القاعة وكمان نور مار واللي كانت واصلة بينه وبين أحمد زمان مواصيل كبيرة لكن اليوم شفنا ستوري لنور مار بعتذر فيها لأحمد أنه مش هيقدر يحتر عرسه لأنه موجود بالحج وأنه كان نفسه يجي يحتر يوم فرحه كان بيودي جدا أن أكون معه بهاليوم المميز اللي ما رح ينسى بحياته بس مثل ما يكون شايفين أنا بالحج فنفس اليوم اللي عزمني فيه أنا اعتذرت من نور تقوله أنا رح يكون بالحج هو انبسط لي كتير بشكل مطبيعي وكمان غيث مروان زماني توترت العلاقة بينهم لكن اليوم كان من أول الناس الموجودة بالفرح وشارك مجموعة من الاستوريات مع زوجته سارة من داخل الفرح وإذا فكريين مر أحمد حكى بمقابلة كارول إنه ماريح يعزم بعض الناس على عرسه وإنه غضت لما عزمهم على حفلة حطوبته وبرضو فيه ناس عزمتهم ما كان نزم ينزمه فحناعمل فلترين وخصوصا الناس اللي استغلت الحفلة كمحتوى وما اكتفت بتصوير ستوي أو فيديو أصير وراحت لأبعد من هيك وفتحت بث مباشر طول الحفلة يعني مثلا واحد من الإخوان الله يعطيهم العافية فتح لايف بتذكر مسكني وظل ماسكني ففاتح لايف وماسكني يخرب بيته وظل ملزق فيي وفاتح لايف ويخمط بالناس ومرة فيه فيه لحظة خبط كوعب وجهي والإش اللي دايق أحمد وصابة يوم ما إنه اللي فتحوا لايف ظلوا مفتحينه على طول وما كانوا مهتمين لفرحة أحمد وصابة على قد ما كانوا مهتمين بتكبير أعداد المتابعين على حساباتهم شوالا حدا عم بتطلع عليني كلهم بس فتحين موبايلاف فهذا إشي دايقني بصراحة إنه ما فيه لحظة ما عم تنعش ولهيك قرروا أبو الرب وصابة إنه عرسهم ما يصير فيه بثوث مباشرة ولو لاحظتوا كرت العرس كانوا حطين فيه بند عدم التصوير بالجوال واحد اكتير يعتبروا إنه البث المباشر اللي فتحوا أنس الشايب من داخل قاعة الفرح حركة مش لطيفة منه أبدا خاصة إنه العرسان كانوا منبهين على الكل بخصوص موضوع اللايف وكمان كانوا حكيين بأكتر من مقابلة إنهم باعتبروا اللايف استغلال ولكن رغم هيك شفنا أنس وأيمن عبل فتحين لايفات من داخل العرس وكمان بخصوص أنس نشر صورة إنه مع غيث وصارة وكأنه رسالة لبيسان إنه علاقتي مع غيث صارت أحسن بعد الانفصال عنك وهذا الإشي كان كاتبه بهذا الستوري يا الله قديش كنت ظالم حالي زمان الأيام هاي راحة نفسية لا توصف الحمد لله وأكيد اللي عارف الدراما اللي بينه بين بيسان بفهم على طول شو بأصد وما بدها اتنين يحكوا فيها اتنين كتير اعتبروا إنه غيث مروان قاعد بلمح في هذا الستوري على بيسان اسماعيل فهينا هو بيجاوب على سؤال أحد المتابعين إذا كان رايح على عرس أبو الرب ولا لا فكتب ما عزمنا وبعدها نشر فيديو كان كاتب فيه بمزح هاينا بالطريق وهي التلطيشة إجت بعد آخر كلام صدر من بيسان اسماعيل على قناة ايتيب العربي أنا ملاقصني تران الله يسعدان ويبعدان ثلاثة زي ما حكيت العرس مش بدون مشاكل لكن عدم حضور الششترية لعرس أحمد وصبا كان لافت للانتباه خصوصا إنهم كانوا موجدين بحفلة الحطوبة فعدم حضورهم حط علامات استفهام وللأمانة الششترية ما طلعوا حقوا على أحمد عزمهم أو ما عزمهم ولا جابوا سيرة لكن الأمور اتفجرت بعد ما نشر أحمد شمان مجموعة دستوريات قال فيها إن الششترية وغيره ما إجوا العرس لأنهم ما نعزموا من الأصل وإنه عدم وجود بعض الشخصيات في العرس مش لأنهم مش قادرين ييجوا قال لا هما بكل بساطة ما نعزموش وهي المعلومات قدمها شمان بطريقة هزلية وفكهية ونشر فيديو من حفلة حطوبة أبو الرب لما الششترية كانوا فتحين لايف يعني إنه هذا هو سبب عدم عزميتهم على العرس إيش إيش إخبار العرس حاس هذا الستوري فيه مسؤوليك فيه كبير فكثير من الناس بسألني صراحة ليش هنيك منازمة هنيك منازمة الإختصار إخوان من هذه مشاكل تحصل خلف السوشيال ميديا أحيانا توصل إلى السب والردح والغلط وهاي الطريقة في الحكي ما عجبت الششترية واللي نشر واحد منه مجموعة استوريات هاجم فيها أحمد شمان بكلام آسي وحكى إن اللي بيعملوا أحمد شمان الضيحة خلونا شوف الستوريات يعطيكم العافية إخوان إحنا مشتبعون الدراما وأي إشي رح يحكيه هسه ما إلو دخل أي نوع من أنواع الدراما بالعكس اللي فينا مكفينا لكن يا فلان إنت لما تطلع على الستوري وتمسك أشخاص بتحاول تضحك الناس عليهم يا رجل عين أخوي نصها ما بتشوف اللي صار معي إنه صار عندي فقدان بجزء من العين اليمين للنظر بسبب التهاب في العصب البصري اللي فينا مكفينا قاعد تطلع على الستوري بتحاول تضحك الناس لما يكون الشخص بيحاول كل يوم يستر في حاله وإنت لأنه عندك أرقام عالية محتواك إنك تصيد أغلاط الناس وتفضحها يا أخي إنت كيف ذك تواجه ربنا يا زلمي فيه يوم حساب هاي ناس بتحاول تستر في حاله وإنت بتحاول تقاعد تفضحها أسوأ الأشخاص عند ربنا لما تكون إنت واحد بتخاف يعرف عنك معلومة لأنه دغر رعيف ضحها أنت بتكون عارف أنه دغر رعيف ضحها يا زلمي الأمهات الأمهات تصحى بتهدأي لأبنها الله يرزقك ويسترك ويبعد عنك ولاد الحرام أنت كيف بتسمح لحالك تكون شخص الناس تدعي إنه الله يبعدك عنها يا زلمي فهم العالم شو بدك أنت نيتك من الداخل إيش بدك بدك أرقام يا أخي ما هي بخلص الترين ترجع أرقامك زي ما هي يا زلمي الواحد والله يعني ما بده يدعي إنه الله يبليك في الهموم اللي بتصيب الإنفلونسر والضغط اللي بصير في المخ لأنه أنت مو قده في النهاية أنت نيتك شو بدها فيه رب أنت حتواجهه لما يسألك أنت شو عملت في حياتك بتحكي له أنا كنت أفضح الناس يا رجل خاف الله والله حرام وبعد هيك طلع أحمد شمان وردع على كلام الششتري ووضح شو الفرق بين الفضيحة والانتقاد وكمان حكي عن نوعية محتوى خلونا نشوف شو حكي أحمد بالإستوريات مرحبا في شخص عشان حكيت عنه إنه مش معزوم مع العرص طلع بالإستوريات وحكي عني وضمني الحكي حكي عني إني ابن حرام بداية نقلب سلامة على أخوك الله يشفيه والله يعافيه وبتمنى من كل شخص بحدة رجل الإستوريات يدعيله بالشفاء العاجل الشغلة الثانية سلوب إنك تستخدم الاستعطاف والدين عشان تهاجم شخص ثاني يعني ما بحسوا إن أسلوب جيد بحسوا إن أسلوب يعني أبدا مش جيد لو أنت عندك الحجة والدليل أو أنك يعني عندك كلام منطقي المنطقي يستوعب ومش راح تلجأ للأسلوب هذا يعني زي الناس اللي بسيسوا الدين أنا هذا النوع من الناس صراحة ما بحبه اللي بستخدم الدين متى ما بده ولو بدي أعمل عملية إسقاط وأستخدم نفس أسلوبك يعني راح أحطك في موقف جدا 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 محرج وأبدا مش لطيف الثالثين تبتكلم إن أنا أنت بتمل محتوى فضائح تفضح فضيحة وشاباش كشف الستر شو معنى فضيحة شو بتعرف عن الفضيحة شو هي الفضيحة أبسط تعريف الفضيحة هو كشف الستر يعني شغلة مستورة تكشفها أو تنزلها للعام أنا أريد بحكي عن أشياء أنت منزلها بإيدك أريد عام من قاعد نزلها لملايين الناس تفهم علي كيف؟ لملايين الناس لما وصلت عندي صارت فضيحة فأبدا مش فضيحة فضيحة أنا مثلا فيديو إليك مثلا في مكان خاص حضا مصوركية أو كذا أو فيديو من جو أو حضا ما أخذ إشي خاص إليك أنت مشي منزله يروحي نزله للعام هذه الفضيحة شو اللي يمنعني مثلا لما يكون إلك فيديو بطيقة مش تمام أني أنزله عندي هذا اسمه فضيحة وقتها أنا ببتقول شو اللي يمنعني أني أجيب ملايين المشاهدات وفلوارز وهيك وأوالة إلى آخر ما في إشي بيمنع هذا دل على أني شخص أناس ابن حرام كما تكتلق هذا شيء vital جدا علي الإشير الذي أقدمه .. أولي ما أصح Wei في النهايةison أستخدم إشير التى الأشي الرئيس أو يتطور ذلك أو أهم motorcycles أو تخلق أو أحدشخص بهذا الأشي عادت للأويل هذا من وجهة نظراً إن تلك هي صوحية مشيئات الشخصية وأذا أتكلم عن هذا النقطات أن هم بناس ترغ sukают في الفقر أو ما تطمر النظام أوamı في الناس أنه أن الناس consensus أن الإشكري awesome شخص الن swing و أفعل zombies يا صديبقين شو بتعرف عن محتوىي جاد بحكي القسما بالله أنا بنزل مليون شغلي حرفيا أنا ما في عندي محتوى معين أنا بنزل عكس الناس تماما لكن بنزل شغلات تقنية شغلات توعوية شغلات ضحك مزح أكل بتخوث بعمل ميمز بنصح بتكلم عن تحديثات أشياء مليون شغلي حرفيا مليون شغلي كل شي بنزل بنفس الفكرة على يوتيوب ولا في ولا عمر نزلت فيديو على يوتيوب ما يكون في ضمنه أو نهايته انت شو محتوىك شو عملت بما أنك بتتكلم عن المحتوى وهذا حرام وهذا شو محتوىك شو عملت كيف بلشت وانت ما بلشتش من الصفر احنا كنا عارفين وكل اللي حواليك عارفين سواء أصحابك أو المشاهير اللي بتطلب كيف بلشت وانك جيت عجزة المحتوى والأعداد والفولوورز انت شو محتوىك من شنات ما عملت انت أصلا انت حتى هذه اللحظة ما بتجدم ولا إشي أتحدى أي شخص يتابعك جديد يكمل يحترس كريتك للآخر كلها كرنج انت الوحيد والله العظيم في الأردن الذي لا تمتلك محتوى حقيق حتى لايت ستايل ما فيه ما فيه يعني انت صفر جد والله العظيم انت لولا المنشنات ولك تطلع انت مع ناس ما شهر وكذا الناس ما بتعرف ما بتعرف عنك خالص أتحدىك أتحدىك تحكي لي أنا عملت كونتنت وكذا وانشحقت من خلال كونتنت محتوى فكلمة بتفضحه ابن حرام يعني أنا بحسها كلمة كثير عيب وانت شخص بتعرفني وجربتني يعني انت عارف أنا مين ولما أنا حد يساعدني ويوقف ما هي أكثر من مرة وضبضب علي هنا وهنا وهنا ما بطلب بحكي عنه ابن حرام لخاصة ما شفت منه أي شي غلط والكلام اللي حكاه هو مردود عليه وتحديدا كلمة ابن الحرام كل شخص بحكي بتربايته وبيحكي بأصله في حال كان رد أو كذب أي حكي حكيته بقدر وقتها بكل سهولة أنقل الحوار لمكان ثاني خالص ورح يكون نتائجه سلبية أربعة كان لافت للانتباه عدم حضور ضحة وميكس وهذا يمكن بسبب خلافهم مع أخو أحمد عمر أبو الرعب واللي انتقض فيديو من فيديوهات ضحة على يوتيوب وبعدها صارت الدراما بين عمر وميكس وكل واحد نشر استوريات رد فيها على التاني فبجوز أنهم مش معزومين أو معزومين وما حضره ما حد بعرف خمسة نشرت عائلة أحمد سالي مجموعة استوريات من الأردن قبل العرس اعتذرت فيها من أحمد صبعا عدم حضوره من الحفلة بسبب وفاة زوجة أخوها ورجعوا لدبي حتى يشاركوا عائلتهم مراسم العزع نحن ما حنقدر نحضر العرس صار معنا الظرف عائلي للأسف يعني مرد الأخو يتوفى في اليوم ربي رأمها ومضطرني أن نرجع يعني على دبي عمنا حاولي لا يتذكر بسرعة نرجع قدر الله وما شاء أفعل طبعا يعني ادعو لها الله يرحمها ستة نشرت أمر الطاي ستوري بالإنستجرام اعتزلت فيه من عدم حضورها لعرس أحمد صبع وقالت إنه المشكلة كانت بأوراق السفر للأسف قايز صارفت شي بالأوراق ما خلاني أسافر وبس والله هذا كان ما قطعنا لليوم ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر